ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم أخوات طالبهم يحبوا على وجبة خبيزة الخبيزة هي نبتة تخرج في الحقول خاصة الوقت الربيع هي نبتة مفيدة جدا الخبيزة هي نبتة مفيدة جدا أول حاجة ننقيوها العود الطويل لا نستعملو الشي نستعملو العود الجيد نستعملو الورقة الخضرة نحاولو نقصوها ماذا بينا كان العود جيد والورقة خضرة الخبيزة هذه نظفناها نحينا كان العود الباهية أو الورقة الباهية خسلناها 3 أو 4 مرات خسلناها بالكدال وسقطرناها يعني نوسعو بنا شوية فيها بتنظيفها ولمانها ونخسلوها وهي موجودة في برشة أماكن يعني كل واحد وحسب المكان اللي هو موجود خاصة للأماكن اللي فيها برشة مطربة هذي الخبيزة متعنا كما نشفتوها نقصوها بطريقة هذي كبش نطيبوها كأنها سلق ولا معدنوس ولا حاجة ثو هذي الخبيزة قصيناها بش نحطوها تفور في الكسكاس تفور على أقل ساعة بش طيب القداء نحاولو بش نحافظو بش متكحالش برشة نحافظو على اللون الأخزر متاحها نعملو لها رشة ملح ونحطو لها شرايح من القاس شرايح جيدة بالكدال بالكدال بعد ما نعبو الكسكاس ونرسوه بالكدال بالكدال خطر هي تباني فارغة يلزمنا دي ما احنا نعبطو نعبو يعني نحاولو كميه هذيه جينا في الكسكاس نوسعو بنا دوم يسخن نعبطو شوي ونقصو الشرايح وقارسو نعملو رشة ملح ونحطوها ونخلوها على قل ساعة هي تفاول هذا بالنسبة للخبيزة ونبارس بش نعملو لها بش نعملو لها سوس صالصة الصالصة بش نستعملو لبصال الأخزر وطماطم عادي يكعب فلفل شيح أحمر وبش نستعملو الثوم يعني برشة ثوم وبرشة فلفل وبصلوا طماطم وزيت ونستعملو الكروية معنيها اكثر حاجة الكروية ونستعملو كروية وملح ولكروية كمية كبيرة ونصبو لهذا الماء السوس ونستعملو في الزيت متاحة ونضعو الخبيزة في السوس طب شنوروك نكفيش بش نفورو ونضع الخبيزة في الكاسكاس هنا الماء حاطيني يسكن هذا الكاسكاس متاعنا نبدأ ونضع الخبيزة بشوي بشوي حاولو ننزلو عليها بشتعبت هي بس خانها تبدأ تعبت بشوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 كمية كبيرة دعنا الخبيزة تفور في الكسكيس السوس بصل أخضر ثوم طماطم ثوم طماطم نضيف حريصة عربي زيت كروا و تابل و كروا مخلطين و هذا ملح هذا هو مكونات اليوم أول مالذي نضيف الزيت الزيت والبصل يجب أن يكون كبيرة باية من الزيت كبيرة كبيرة نضيف الزيت و نضيف البصل و نضيف البصل نضيف البصل نضيف البصل ثم نضيف البصل التفضل الورشة كوركو مخفيفة نحن نحن نصب برخاريط الاخر هذا الزيت نضيف خليط خليط والثوم وثو وحطوا لفحاتين الكل اللي حضرنيهم كروية الملح وكروية حمود شكرا كبير الاحيار حاسب 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 ، . 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 سوف نضغط على النار لنضغط الزيت سوف نضغط الزيت نضغط الزيت نضغط الزيت سوف نتركوا الحطرية سوف نضيفه بالكمية و ندخلها سوف نضيفه بالسوس ريحتها طيبة منينة سوف نضيفه كمية يمتعوا بالسوس كمية مرقة سوف نضيفه كمية تبنينة سوف نضيفه سوف نضيفه دعوها تغلي دبليش تخرج طعم الغلوة ونطفع لها هذه الخبزة طابت ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ريحتها فوحة و ريحتها منينة حارة اللي يحب الحار نطع برودة ونكلوها بالخبز بالطريقة هذه منه من خبزنا منه من خبزنا من خبزنا من خبزنا برج طبول شكرا وينغ نطفع وينغ 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 اشتركوا في القناة